بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحد أكون اليوم شوية صريح في اجتماع هذا وهم الدسلسالة للجميع القضية الأولى هي الاجراءات الأمنية الاجراءات الأمنية التي تخص حماية الناس المتظاهرين والقطاعات الاجتماعية هناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيلها الحكومة أهمية حماية المتظاهرين وهمية حماية الحق التي تكفل الدستور لهذه التظاهرات ولن نقبل أبدا بقمع أي تظاهرات وسوف نحاسب كل من تجاوز على المتظاهرين نقطة ثانية إن توجيهات وأمر عسكرية واضحة جدا أكرره بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلفت ثمن هذه الحكومة مبثقت نتيجة وضع خاص أخطاء في حكومة السابقة أجب أننا نكرر نفس الأخطاء ولن نسمح أبدا بارتكاب أي جريمة أو خطأ أو استخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين منذ اللحظة الأولى تشكيلها الحكومة ومع هذا شفنا في الأيام الأخيرة سقوط بعض الضحايا بعد نرجى التحقيق ونطلب بإجراءة تحقيقات سريعة لمحاسبة الجنات كذلك لن نسمح للقوى التي تستغل حق الدستوري بالاحتداء على أجهزتنا الأمنية غير مقبول احتداء عليها وعلى أجهزة تقوم بإجراءاتها بحوالة نفسها واعتقال كل من يحتدي على أجهزة الأمنية أو الحق العام النقطة الثالثة أمرنا بتشكيل إجراءة تحقيقية بقيادة الفريق باسم الطائي بتكون أعضائها من جهاز استخبارات جهاز من الوطني وأعضاء من الجيش للوصول لحقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية ومحناهم أسبوع للوصول للحقائق كما كشفنا في الماضي عن الجنات في ساحة الطيران في تموز الماضي خلال ساعات وكذلك في البصرة الفيحاء سوف نصل للجنات في هذه التحقيقات رابعا قضية مهمة هي عادة أعمار الناصرية ولهذا قرار تغيير المحافظة وقرار متخذ منذ أشهر ولهذا السبب قابلنا عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى بإجماع وتوافق أبنها للمحافظة الكريمة ولهذا ذهب السيد مشتشار أمن القومي وسيدة جهز أمن وطني فريق عبدالغاني الأسلية للناصرية ومن ثم ذهب السيد وزير الداخلية وما زلنا بعد مجموعة وفود للوجهات الفعالية اجتماعية والسياسية للوصول الاتفاق لحل إشكالية المحافظة ما يخفى عليكم ما يحسب أن ناصرهم هو نوع من التجاذب السياسي فعلي يجب أن نحل قضية منصب المحافظة كان ما من خيارين ما من تحديين أما لابقاء على الوضع نفسه أو إبعاث رسالة طمانين للمواطنين نحن جاهدين بالبحث عن حلول ولهذا قدنا قرار إقالة محافظة الناصرية وتكليف الفريق عبدالغني الأسد يبن المحافظة بيدات محافظة موقّة نحن اتفاق على محافظ جديد وبالخصوص المحافظة مقبلة على تحدي مهم إنساني عالمي هو زيارة قداسة الباب إلى الناصرية واخدنا القرار لكي نبعث رسالة إلى هن شعبنا في الناصرية في محافظ ذيقار نحن جادين بإيجاد الحلول وأتمنى من كل الأطراف والفعالات الاجتماعية والسياسية والعشارية والنشطاء التعاون مع الفريق عبدالغني وفي هذا الأثناء شكلنا مجلس اجتشاري يدعم المحافظة مرتبط بمكتب رئيس وزراء من تسع شخصيات من هذه محافظة ذيقار مشهود لهم بالنزاحة مشهود لهم بالكفاءة وبالخبرة ويكون هذا المكتب أو المجلس الاجتشاري مرتبط كما ذكرت بي شخصيا حتى نتابع احتياجات المحافظة ودعم المحافظة الجديدة كذلك طلبت من الأخ عبدالغني الأسدي التواصل مع المتظاهرين مع الشيوخ مع الفعاليات السياسية والوجهة ليطرحوا مجموعة أسماء مرشحين لمحافظة ذيقار طلبنا خمسة أسماء يعرضوها علينا نناقشها في مجلس وزراء ونختار أحد هذه الأسماء ما يخفى عليكم أخوان منصب المحافظ ومنصب يتم انتخابه واختياره لكن ظروف خاصة استثنائية خلتنا في وضع معين وأن يكون محافظ يختار ويتم ترشيحا من مجلس وزراء بصورة موقته وأنما الانتخابات النزيحة العادلة هي تختار المحافظة عن طريق مجلس المحافظة أتمنى أنني تعاون جميع في اتفاق على اسم المحافظ وأطلب من الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل ابناء هذه المحافظة المظلومة أن يتفقوا على اسم خلال فترة قريبة عندي رسالة وجهة أهلي في الناصرية أخوتي أخواني أنا جئت في ظرف صعب معقد إيقاف محاولات تقسيم العراق أو النيل معراق وأحمل البلد من نتاج الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق وكذلك صراع الأخوة فيما بعضهم ومن ثم أغادر مهمتي لحين انتهاء من انتخابات نزيحة عادلة تأتي ما يتفق عليه أو التنتج الانتخابات النزيحة العادلة عليكم أن تعينوا هذه الحكومة وتعطوا فرصة لعبور هذه الإزمات كانت عندنا إزمة اقتصادية وكانت البلد على حافة النهار الاقتصادي بجهود هذه الحكومة عملنا جهود قوي جاد وعبرنا المرحلة والحمد الله والشكر اليوم ووضعنا الاقتصادي بدأ في بداية صحية أفضل من السابق ونتائج الاصطاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة هدف هذه الحكومة القيام بانتخابات نزيحة عادلة وحفاظ وضع الأمني مع كل هذا الحكومة تحملت مسؤولية وقدمت ورقة اصلاح بيضاء نتائج هذه الورقة وهذه اصلاحات نجحنا بهذه ظروف التحديات الصحية والاقتصادية أن نوفر احتياط إضافي للبنك المركزي أربع مليارات دولار وخلال فترة قصيرة جدا الكل كان يراهن على فلاس الدولة والرهان على عدم تنظيم آلية لدفع مستحقات أو رواتب الموظفين الحكمة نجحت بالحفاظ على دفع رواتب الموظفين وكذلك توفير أربع مليارات دولار لاحتياط البنك المركزي بالضافة لهذا نجحت هذه الحكومة بمحاربة ما يعرف بمزاد السيء الصيد هذه كلها فرص ونعمل كذلك على عمل تصلاح طرح نابل الموازنة لعام 2021 تنضمن تقليل الاعتماد على النفط ولهذا في الموازنة هناك وفي ورقة الصلاح البيضاء الاعتماد على النفط سيقل بنسبة 20% مع المكان الاعتماد على النفط يصل بنسبة 96% وين راحة 21% لا يكون اعتماد على النفط بحدود 70% سيذهب هذا صالح الصناعة التجارة والزراءة فعندنا فرصة فأقول لأهلنا في الناصرية أعطونا فرصة لكي ننهض ونهي نفسنا الانتخابات نسيها عادلة تكون هي الفاصل والحكم في العراق ونظام نظام تداولي سلمي علينا أن نتعاون جميعا أقول وخصوصا أن بعض القوى تحاول إشغالي من اللهظة الأولى بإزمات يومية لكي نلتهي بهذه الإزمات ونبتعد عن خدمة المواطنين حتى يقول البعض أنه لا الوطنين أو الحكومة الوطنية لا تختلف على الآخرين وأنها فشلت حالها فشلت التجارب الماضية سوف لن نسمح بتكرار مفهوم الفشل سوف نتقبل تحدي سوف نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء ولن نخضع لرد الفعل سوف نعمل على بناء أو تصحيح كثير من سالات العملية السياسية ولن نخضع برد الفعل ولن نتورط بالدم العراقي سوف نتورط سوف نعمل بكل تأكيد لمحاربة كل الجماعات الفوضوية أو الجماعات الخارجة على القانون أو الجماعات الرهابية ولن نفرق بين الطرف وطرف جميعهم خارجوا على القانون سوف نتعامل وهم وفق مبدأ العدالة هذه الرسالة أتمنى أن تصل للجميع إلى أهلي في الناصرية إلى أهلي في عموم العراق هذه الحكومة مهمتها التهية لظروف انتخابات نزيها عادلة ونحتاج انتخابات نزيها عادلة لكي نخدم ناسنا هذه الحكومة قبلت هذه المسؤولية قبلت أن تقبل هذه التحديات للوصول إلى بر الأمان والحمد لله نجحنا فيما خص الوضع الاقتصادي مخلل الانهار وإنما محاوة النهوض به وكذلك نجحنا بأن العراق اليوم يكون لها دور عالمي إقليمي بالتهدئة كان وزير خارجتنا يوم أمس في إيران قبلها في السعودية وقبلها في جولة مكوكية في المنطقة للعمل على التهدئة والجميع يستمع اليوم للعراق بعدما كان العراق متهم بأنه دولة مارقة اليوم أصبح العراق لدور محوري في التهدئة مع الجميع أتمنى أن تصل رسالة وأن هذه الحكومة هي خيمة للجميع خيمة للكتل السياسية خيمة للقطاعات الاجتماعية للمتظاهرين السلميين خيمة للفعاليات المجتمع المدني وهي تنظر للجميع بالتساوي هذه الرسالة أتمنى أن تكون الجميع واعي أهمية المرحلة وحساسية ترجمة نانسي قنقر